الى شرق البلاد حيث انتهك المسلحون الموالون لروسيا وقف اطلاق النار 28 مرة خلال 24 ساعة الماضية في منطقة عمليات القوات الموحدة باقليم الدنباس المناطق الواقعة في محط دانيتسك شهدت عمليات استفزازية كثيرة من قبل المسلحين الذين قصفوا المواقع الاوكرانية قرب نواترويتسكي مرتين مستخدمين قادفات القنابل والاسلحة الرشاشة كما قصفوا المواقع قرب ودينوي متحدث باسم وزارة الدفاع الاوكرانية اكد عدم وقوع خسائر في صفوف الجيش الاوكراني لهذا اليوم لكنه اشار الى اصابة جندي بجروح يوم امس ووفقا للاستخبارات الاوكرانية فان العدو تكبد اربعة قتلى وثمانية جرحا اطلق المسلحون قذائف الهاون من عيار 120 ملي مترا ثلاث مرات على مواقع قواتنا في محور سفتلودارسك كما استهدفوا تحصينات الجيش الاوكراني بالقرب من هنوتوفو وودياني على بحر ازوف بالاضافة الى ذلك تعرضت هنوتوفو لقصف بمدافع الهاون من عيار 82 ملي مترا وكذلك لقصف بالصواريخ المضادة للدبابات